مرحلة الانتقال من السنة والجامعة من اكتر المراحل المهمة جدا في بناء شخصية شبابنا المرحلة دي او السنة سنة اولى جامعة دي دايما بيكون فيها مكس كده او مزيج من القلق على احيانا بيقى فيه كمان طموحات كبيرة جدا بساعات فيه حتة كده فيه خط رفيع لازم نبقى وعين ليه جدا عشان ما انتهش في الرحلة لانها بالفعل رحلة الجامعة هي رحلة اللي بتحدد المستقبل الى حد كبير هي مرحلة لازم يدركوا فيها انهم داخلين على متطلبات تعلمية مختلفة متطلبات محتاجة تطور في المهارات والقدرات المعرفية والعلمية وحتى كمان الشخصية سواء كنت فيه كلية علمية او نظرية او حتى تكنولوجية لازم تكون واعي كويس جدا المرحلة دي عشان تقدر تقطحم افضل الفرص الموجودة في سوق العمل بعد التخرج طبعا هي مرحلة مهمة ومرحلة فارقة وبعدين احنا بنحس مثلا ان احنا بننتقل من مرحلة الدراسة في المدرسة انا عيل صغير في المدرسة فجأة انا دخلت جامعة فبقيت شاب ما بقيتش لسه عيل صغير دي بتفرق وغالبيتنا بيقع في مطب اول سنة دايما بيكون اول سنة في الجامعة عبارة عن مطب سواء الناس حتى المتفوقين في الدراسة في السنوية العامة ولجبين مجامع كبيرة لكن بيجي في اول سنة في الجامعة ما بيعرفش خطة صح طب هل اول سنة في الجامعة محتاجة تخطيط مختلف كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتور هشام البحيري استاذ ادارة الاعمال بجامعة القاهرة اللي منوارنا صبع الخير عليك دكتور صبع خير يا فنم صبع خير السادة مشاهدي يا اهلا بيك اهلا بيك هل التخطيط لهذه المرحلة سنة اولى جامعة هل هو مختلف ولا هو زي وزي السنوية العامة مذكرة وامتحانيات وخلاص هو في الحقيقة مرحلة الجامعة دي مرحلة رائعة كل واحد هيعتبرها اللي لسه بدخلش الجامعة ان هي اجمل فترات واجمل سنين عمره حضراتكم لما اتخرجتوا واحنا لما اتخرجنا بنعتبر ان مرحلة الجامعة هي اجمل سنين عمره فعلا النقطة اللي حضرتك تكلم فيها هي مسألة التخطيط للتحول من تلميذ لطالب جامعي مسألة مهمة جدا ازاي ان انا قدر اتكيف مع المناخ الجامعي اللي انا ممكن ادخله وانا عندي حكتين اما دخلت كلية انا كنت راغب فيها مجموعة جابني للكلية اللي انا عايزها او للأسف مجموعة جابني لكلية ما كنتش عايزها في كلتا الحالتين لابد ان الانسان يحب ما يعمل ليحب المناخ او الكلية اللي دخل فيها عشان يعرف يتفوق فيها دايما بقول لطلابي التميز مش انك تخش كلية بتسميها كلية قمة او كلية معينة التميز في اللي انت دخلته انك تبقى متميز ومختلف عشان حقق التميز والاختلاف محتاج زيما حداك تفضلت الى تخطيط حياة الجامعية حياة الجامعية تختلف عن حياتي الدراسية في المدرسة بننتقل بقى من مستر وميس وقبلة الى دكتور بنتعامل مع شخصيات وهو ده اللي بيحصل لنا يعني احنا بنقى مثلا 3-4 شهر اولانين يا مستر يا مستر لان هو لسه متعودش بعد كده بيعرف يعني المشكلة الاساسية ان كتير جدا من ولادنا لما بيجي يخش الجامعة بيتخيل ان هو داخل بقى خلاص لعالم الانطلاق والحرية التامة ولكن هنا عايز اقول حاجة هي حرية بمسئولية بمعنى انها حرية مشروطة انت صحيح ممكن تبقى حر تحضر ما تحضرش وخصوصا في الكليات النظرية مسألة الحضور وتسجيل الحضور والغياب والحضور دي مسألة ما بتبقاش واضحة لانها عدد كبير جدا لكن في الكليات العملية والتطبيقية اللي فيها سيكشنز واعداد صغيرة ممكن جدا لازم فيه مسألة الحرور ناس كتير جدا بتقول خلاص انا طلاق مش مطلوب من ان احضر انا هروح الجامعة وهبدأ بقعد كافتريات منتزهات اماكن عامة اماكن اجتماعية مش شرطة خش المحاضر هيقول استنى شوية مش ببداية السنة وخصوصا ان في بعض الناس بيتلقوا نصائحهم بعض الطلاب والطالبات بياخدوا نصائحهم الطلاب الأدامة رابعة او ثالثة اللي بيخشوا بقى ينظروا عليهم ويعملوا عليهم الكبار والتفاكر الفترة دية طبعا مشكلة كبيرة جدا انك انت تاخد نصائحك من حد محتاج نصائح ممكن هو اللي محتاج نصائح ومش كده وبس يعني انا ممكن اسأله اقوله طب انت تقديرك ايه ليه مسألت التقدير وليه مسألت الاختلاف الجامعة مسألة ان انا دايما بطلب النصيحة من الطالب المتفوق لان الطالب المتفوق معناه طالب مهتم ومش معنا ان احنا بنقول التفوق ان الحياة الجامعية حياة دراسة فقط الجميل بقى في حياة الجامعة انها فيه انشطة مختلفة بتسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي طالب الجامعي مش بحتاج ان طول النهار في المحاضرات لا احنا عندنا فيه مسرح عندنا فيه انشطة اجتماعية انشطة الجوالة انشطة خدمة مجتمع وبالتالي برضو فيه برامج خاصة بالتأهيل لسوق العمل وفيه برامج خاصة بتكوين الشخصية وبناء الشخصية الإنسانية جمعة هي سمية جمعة لأنها تجمع فئات مختلفة من الناس وفئات مختلفة من المهارات حتى يمكن المشاركة في الأنشطة دي تتطلب وجود شخصية بالفعل هي عايزة تندمج وعايزة تدخل هي عارفة هي دخلة تعمل لكن فيه ناس مش فكرة أنها مش مسؤولة هي مش عارفة تتجل يعني طالب هو كان بيذاكر المرحلة الإعدادية ثم السنوية فبيدخل الجمعة ما يعرفش إزاي ممكن ينخرط أصلا فيه الأنشطة دي فشخصية الطالب فيه جزء منها معتمد على البيت عشان ينتقل من السنوية أو من المدرسة الجمعة إيه للمفروض كل أسرة أو كل ولي أمر يعمله عشان يقدر يؤاهل الطالب أو يؤاهل ابنه أو بنته أنه يخش الجمعة يبقى عارف على الأقل يتاجه فين تمام هو مهم جدا للأسرة لأن الأسرة بتوجي بتنصح بتقدم خبراتها وتحكي لكتير جدا من ولادنا وتقول لهم الحياة الجماعية شكلها إيه لكن أنا بطلب من كل أسرة برضو مسألة المتابعة متابعة للإبن أو البنت يعني دايما من خلال الدردشة لما نصاحب ولادنا ونقوله خدت إيه النهاردة من محاضرات حضرت إيه طب وريني كده الدكتور ده قال إيه إيه أحسن دكتور أنت حضرت له خلال الأسبوع ده وعجبك المتابعة دي والمناقشة دي أولا بتشعروا بالاهتمام وبنعمل أو بنخلق لغة حوار مع الطلاب وبنحاول برضو نعمل نوع من أنواع الرقابة لأن برضو دول في سن للأسف ممكن محتاجين لتوجيه ونصح وإرشاد لأن إذا لم يوجه زي ما حضرت تفضلت السنة الأولى دي هي سنة فريقة ليه لإما أكمل وأكمل بواتيرة وبتفوق وبتشجيع وبحب للمكان لإما للأسف فيه ناس بيحصل لهم ضروب ضروب ليه ما عرفش يعمل التوافق التوافق ده معناه إزاي أن هو يقدر ينخرج بسرعة ويبدأ أنه يسمي يعني مثلا كتير جدا في مرحلة السنوية عامة الطلبة بتروح سنتر أو بتروح مدرسة وبيسمع وبياخد ملازم الجامعة فاش ملازم الجامعة فيها حضور فيها تسمع الجامعة مش شرط يبقى فيه كتاب الجامعة محتاجة أنك تكتب فمهارة الكتابة ومتابعة الأستاذ الجامعي دكتورك اللي بيدرسلك لازم تبقى أنا دايما أقول طلابي احرص أنك تقعد قدام احرص أنك تبقى متابع جيد تحاول أن أنت تكتب المحاضرة وتروح البيت تبيض المحاضرة مجرد تبيضك للمحاضرة أو لها في دفاتر أو في كتب أو في مكان ده بيعمل لك نوع من نواع التذكر ومش كده وبس أنت لازم تناقش أسد زيتك كتير جدا من الطلاب ما يعرفوش أن الأستاذ الجامعي ليه حاجة اسمها ساعات مكتبية فبيبفاتح مكتبه لأي طلاب عايزين نصحه ومشهورة حاجة تانية في كل الجامعات وفي كل الكليات فيه حاجة اسمها المرشد الأكاديمي إيه دور المرشد الأكاديمي؟ بالنظام الكريت أورل فيه بعض المواد بيتم تسجيلها وبعض المواد ما تسجلش بتحتاج لحد ينصحك يقول لك خد المادة دي ومتخدش المادة دي لو أنت بتحب كذا خدش التخص بديل الطالب بتاع سنة ربع بس بديله علمي بقى ودقيق ومش كده وبس ده بيوجهه التوجيه اللي في مصلحته بلاش تسجل كذا ممكن تأجل المادة دي للفصل الصيفي خلي المادة دي معاك في كل الكليات؟ آه لازم فيه مرشد أكاديمي في كل كليات يعني حتى في جامعات الحكومية وفي جامعات الخاصة بس للأسف الطلبة ما بتسألش الطلبة بتستسهل أنها تاخد المعلومات من طلاب تانين بس هل من المفترض أن الطالب هو اللي يبقى عارف أن فيه مرشد أكاديمي ولا المفروض المرشد الأكاديمي يعرف نفسه للطلاب؟ ما احنا بنعلنه احنا بنقوله أن كل كلية من الكليات يتمنى يكون كل الطلاب سمع يعني مفروض في كل كلية فعلا فيها حاجة اسمها مرشد أكاديمي ده بيقدم النصح للطلاب في مجال المصاري الأكاديمي مش كده وبس فيه حاجة اسمها رعاية الشباب في كل كلية أنا أتأمنى من كل الأولادنا اللي بيسمعونا أنه لازم يروح ينخرط مع الأنشطة الجامعية مهم جدا لبناء شخصيتك أنك تعرف أن فيه مثلا أنشطة مختلفة رياضية يعني الكليات بتعمل فرق رياضية الكليات بتعمل فرق مسرحية يعني عايز أقول لحضراتكم من كتير جدا من الفنانين المصريين طلعوا من مسارح جامعات وكليات إحنا مثلا عندنا في كلية تجارة جامعة القاهرة عندنا فنانين كتير جدا كانوا أساسا من مسرح كلية تجارة في كل كلية بيبهي مسارح فيه أنشطة رياضية واجتماعية وفيه أنشطة ثقافية وفيه مسابقات بتتم ما بين الكليات وبعضها البعض وبين الجامعات وبعضها البعض وبش كده وبس في الفصل الصيف إحنا لسه في الجامعة القاهرة بيبعندين حاجة اسمها أسبوع أو شهور بنعملها في الصيف لتطوير قدرات الشباب وأعطاقهم مجموعة من البرامج اللي بتسقل شخصيتهم وبتطور من فكرهم بناء شخصية الطالب الجامعي بتبنى من خلال أنه يعرف حاجة من كل حاجة يعني لا يجب أنه يكون أسير علم بس أو بتاع مذاكرة بس لازم يكون شخصيته بمختلف مناحي الأنشطة المختلفة جميل جدا حضرتك قلت الوقت أنه الجامعة ما فيهاش حضور طلبة طبعا بتبقى خارجة من السنوية في الحضور في المدرسة وفي قيود وبتاع فما بنصدق أننا نروح الجامعة عشان ما فيش ايه تقييد في بعض طبعا الكليات بالحضور وكذا ففي بعض الطلبة بتذاكر الكتب بتعرف المحاضرات من زمالهم اللي راحوا بيذاكروا في البيت باستمرار ما بيروحوش للجامعة هل ده صح لهم بيعملوا ده ولا ان هم يكونوا موجودين طبعا وبيعرفوا في النهاية بقى الدكتور بيحدد في آخر محاضرة المالغي واللي مش مالغي بيعرفوا التفاصيل بس كانوا بيذاكروا فهل ده كويس بالنسبة لهم؟ لا الحقيقة أنا بطلب من كل أبناء اللي بيسمعوني دلوقتي الحضور لأن الحضور بيدي لك معلومة وانت بموضوع مختلف انك تبقى قاعد في البيت وتبص في كتاب وانك تشوف الدكتور اللي بيشرح لك الموضوع يفوق الخمسين في المية من المعلومة بتحصل عليها في المحاضرة بتشوف البادي لانججيز بتاع الدكتور بتشوف تركيز الدكتور على بعض النقاط بيدي نصائح بيدي رشادات بيحكي لك تجارب حياتية وفيه احتكاك كمان بالطلبة وفيه احتكاك وبتكون بقى مسألة الزمالة والصداقة وفرق العمل لأن في الحقيقة هتلاقي كده الناس بتتشاكل مع بعضها تلاقي الطلبة الشطرة اللي هي عايزة تتفوق وتتنافس بيلاقوا بعض ومش كده وبس بيحمسوا بعض وفيه طلبة تانية اللي تقول له ما تذكرش ولا حاجة وما تحضرش واخر شهر نيجي نحضر وبتاع أنا في الحقيقة بقول ان ده بيفقد جزء جبير جدا من مهاراته انه ما بيحضرش محاضرات حضور المحاضرة مهم جدا حتى لو مش هتكتب وده غلط لكن حتى لو هتقعد تسمع وتشوف وتشاهد الدكتور في هذه الحالة انت بتديلك بتكون مجموعة من المعلومات لما تروح تقرأ الموضوع يبقى مختلف عنك بتقرأ اول مرة في الكتاب حاجة تانية الجامعة مش كتاب يعني كتير جدا من الطلاب بيتخيلوا ان الجامعة زي المدرسة فيه كتاب دراسي وفيه منهج محدد لا الجامعة الاصل انك تقرأ فكر في كتب مراجع مختلفة ما تلجأش لكتاب واحد ثابت انت ممكن تقرأ باكتر من مجال وتعبر باكتر من اسلوب وعشان كده الدكتور بيوجهك وبيشرحلك ازاي انت تعبر باسلوبك فبننتقل من مرحلة السنوي اللي هو الحفظ والتلقين الى مرحلة الفكر المنتالة العقلية ازاي تبقى صاحب فكر ازاي تسوق ذاتك وامكاناتك من خلال لما تكتب في كراسة الاجابة فده شيء جميل جدا طبعا احنا للأسف في بعض الكليات خلال من ساعة كورونا وبدأنا نعمل موضوع البابلشيت ومشكلة البابلشيت انها ما بتعملش ابداع للطلاب وانا بنادي من خلال برنامجكم اني لازم نرجع تاني نعمل اسئلة مقالية ونحاول نخلي الطالب يعبر وتظهر شخصيته لكن نظام اي بي سي واختار وظلل وعلم الموضوع ده برضو ما بيظهرش الشخصية ده بيتطلب اني لازم الاستاذ الجماعي يطور من قدراته اعتقد كمعين فاننا من حسب نوع او المجال اللي الطالب بيدرس فيه يعني في بعض المجالات ممكن فعلا تتطلب اسئلة مقالية فيها ابداع وفيه جانب اخر هي الاجابات واضحة ويعني ما فيش فيها مجال حتى لا فكرة الابداع او ان الطالب يخرج افكار او ان هو يعبر عن شعور او امشاره زي ما حضرتك قلت بس فيه مشكلة بتقابل برضو بعض الطلاب احيانا بيبقى عندنا كلنا تخيل ان انا عايز اخش كلية معينة بعد ما بدخل الكلية دي ممكن احسن لا مش عارفة اتقبلها او مش ده اللي انا كنت عايزاه واحيانا تاني بيبقى عشان صعوبة الكلية دي او صعوبة المواد اللي باخدها امتى انا كطالب او طالبة اقدر احدد انه انا مستصعبة الموضوع او انه مش ده المجال اللي انا عايز ادرسه وطبعا لازم الانسان يكون صريح مع نفسه يعني بعد شهرين ثلاثة من الدراسة لازم يحاول ان هو ياخد القرار السليم انا مكمل انا مش مكمل وفي كلتا الاحوال انا عايز اكتكمل عايز اتكمل بمعنى انك تقبل التحدي انك تتفوق في الارية او المجال او التخصص ان انت داخله وده دايما لما حد يعني يخش كله ما بيحبهاش ليه مستتقل المواد ومش بيحبه لكن هو لو حطت باله انه هو عايز ينجح اين كانت هذه الظروف وانه هو يتفوق فيه طلبة كتير جدا من اول يوم يقولك انا عايز ابقى دكتور عايز ابقى محيد عايز اعضو هاي التدريس فيه بعض الناس يقولك انا عايز اتفوق عشان انا هشتغل برا وبالنسبة لمسألة التفوق دي في عجالة اي طالب لازم يحط باله التأدير لان انت التأدير ده بيبنى من اول يوم من اول محاضرة انك تستعد من اول يوم وتبعيز تجيب تأدير كويس عشان تلاقي نفسك فرصة عمل في وسط التزاحم الشديد والمنافسة الشديدة والاقبال الشديد من الناس على حصول على فرصة عمل وللأسف عدد كبير من الطلاب بيضيع التأدير بسبب اول سنة اه طبعا اول سنة دي بتبقى فريقة لانها ممكن ما بيهتمش قوي بيعتقد ان الجامعة مكان لعرض الازياء مكان للانشطة الفنية لا احنا عايزين يعني يبقى فيه توازن ما بين تحصيل العلم وفي نفس الوقت مسألة الاهتمام بالانشطة المجتمعية وانشطة الفنية والرياضية وكل ده علشان تبني شخصيتك انا عايز اقول بقى حاجة ان الدراسة في الجامعة مش بنفسه صعوبة السنة والعام ولا مراحل قبل كده دراسة في الجامعة هتلاقي ان نفسك عندك وقت كويس وخصوصا ان كل بيشتغل نظام ترمات بتاخد اربع مواد بتاخد خمس مواد فقط بتاخدهم على مدى ثلاث اربع شهور محاضرة في الاسبوع او محاضرتين على الاكثر لكل مادة وبالتالي انت بيبقى عندك الوقت الكافي لكن الموضوع محتاج لتنظيم للوقت محتاج لتخطيط لكيفية الاستفادة وتنظيم المعلومات وتنظيم اوقات الفراغ نفس الشيء ازاي تكون مجموعة شبيهة ليك بصمتها زي بصمت شخصيتك ازاي ان انت تختاري الناس اللي تاخد بايدك وتطورك وتوسلك مش تاخد الناس اللي ترجعك للخلف كل واحد بيروح الجامعة لازم يبقى عنده هدف انه هو يخلص في الاربع سينة او الخمس سينة حسب كليته ولازم الهدف ده يبنى من اول يوم ويبقى عنده احساس بتحمل المسئولية وعشان كده احنا قلنا هي حرية ولكنها حرية بمسئولية او حرية مشروطة انك انت حر تروح الجامعة تحضر ما تحضرش بشرط انك لازم تتفاوك المسئول هي مرحلة صعبة مرحلة دقيقة زي حضرك كنت بتتكلم يا دكتور مرحلة صعبة لكن هي ببعض المسئولية وبعض التوازن يقدر انه يكتاز المرحلة دي وطبعا بعض الخبرات كمان لانها كمان مهمة بشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور هشامل بحيري استاذ ادارة الاعمال بجماعات القاهرة شكرا لحضرك شكرا جزيلا دكتور